أصحاب البصائر تقدم ما شكل السماء برنامج يعنى بقضية الإعاقة البصرية واستفسار المكفوفين عن أحوالهم مع العامة برنامج أسبوعي تذع حلقاته عبر الوتساب وكذلك عبر قناتنا باليوتيوب يعيد البرنامج ويقدمه الأفثاذ المهدي مدواني إخراج الفاقه لحسن مدواني إخواني أخواتي أصعد الله أيامكم بكل خير مرحبا بكم معنا في برنامج جديد لكنه ليس بجديد جديد طبعا في قناة أصحاب البصائر وهو برنامج ما شكل السماء السماء هذا البرنامج كما تعلمون وكما يعلمون في الجميع أننا دائما كنحاولو نستقبل الإخوة المكافيف وضعاف البصر في المغرب العربي كله وهذه الحلقة الجديدة الموسم الثالث كيحصل لنا الشرف نمشي للشرق لأن جميع الحلقات اللي دوزنا دائما كنا كنا نمشي للجنوب ومع السحل ولكن هذه المرة عندنا الشرف باش نمشي للشرق إذا مرحبا بمتتبعين الكرام دائما معكم عبد ربيه المهدي مدواني ودائما المخرج لهذه الحلقات هو الفقه الجديد السي الحسن مدواني إذا نبقوا معنا سوف نحاولو نشوفو هذه المفاجأة لغة جنا من الشرق تحياتي لكم جميعا ترجمة نانسي قنقر معنا عبر الهواء مباشرة لستوديوهات أصحاب البصائر الأخت الغالية سمية معجوزة من مدينة وجدة قبل أن أتحدث معها سأبين لكم إن شاء الله عمراني اثنين أولا طريقة التواصل ثانيا هيكلة البرنامج هيكلة البرنامج طريقة التواصل ثانيا عبر الهاتف والمحوار الأول دائماً كيكون محوار القطع الأساري مرحبا بك الأخت سمية مساء الخير مساء الخير تحية لك وتحية الأسرة الكريمة لبس عليك وشي بخير الحمد لله كده العائلة ما كده الأجواف وجده بخير الحمد لله إذن نريد أن نعرف سمية معجوز ما هي سمية معجوز أولاً نشكرك السين مهدي المدواني على الاستضافة لبرنامج مع شكل السماء ونشكر المخرج للحلقة السين حسن المدواني معكم سمية معجوز من موالد 1991 من مدينة وجده حاصلة على الإيجازة في القانون الخاص ومقبلة على المصدر في الاستشارة القانونية ذات السبغة المالية بارك الله عليك ما عندي ما انتسارك أتمنى لك التوفيق والمزيد من التألق والنجاح في الدراسات ديك والحياة كلها مرحبا بك الأخت سمية كم عدد أفراد العائلة الأخت سمية شخص من أخوت أنتما هنا جوجة للأخوتاتي والأخ والأب والأم باقي الوالدين والإخوة كلهم حيين لا باقي تقدموا ليهم تحية من هذا المينبار ونشكرهم على التشجيع ديالك ويعني بأنهم نشجعوك بالشركة معنا تنتمنى لهم التوفيق جميعا إذن مرحبا بك معنا شكرا هذا القطاع يسمى القطاع الأساري إن شاء الله ستستعدي لكي نعطيك بعض الأسئلة ونجاوبين عليهم لكي يستفدوا لمكافيف وضعها في البصر وكذلك المبصيرين مستعدة؟ إن شاء الله مرحبا بك مرحبا إذن السؤال الأول الذي سنطرح الأخت الغالية سمية معجوز هو أولا السؤال دائما سنطرح لأي شخص ماذا أنت مكوفة كلية أو جزئية وفقها ما كانت عندك الإعاقة البصرية وما أنت مكوفة أنت تستعني بها وما أنت تستعني بها وما كانت في الغالية وما كانت تستعني وطفت على المتبعين من المتبعين أجمع بصيرة قد أدري تسعني إلى 14 سنة و Lynn دغط العين ضغط الدم اللي كيكون فالعينين ضغط العينين نعم اشنو الاسباب ديالو؟ الله اعلم هو كي نقول لك تشخص طبي راح تزاد معك ولكن انا دست موب صيرة يعني حتى العام 14 سنة نعم قعد بديت نكتعش في المرض وبدأك يمشي ليتدريجيا شوف نعم نعم حتى وصلت 18 سنة 19 سنة 20 سنة بدأي يمشي كليا نعم وكيف كنت تتعانف من كي يمشي ليتدريجيا ومعانيتي التحاجة وماذا يعني دوستي فترة الاكتئاب وماذا يعني يمشي تشوف الله يعاون وماذا يعني حسيتي بالنقص من كي يمشي تشوف بغينا يعني نفهمو اكتر يعني لحا هذه الفترة ديالة 14 سنة بد ضبط فاش يعني جاك الخبار بانا سمية راش شوف ديالة هراتي يمشي واشت اول حاجة واشت قبلتي بعد هاد الفكرة لان هاداك السين صعيب شي شوية ربق عندك من من 10 سنين ل 17 سنة صعيب هاد السين بزاف يعني كيفاش يعني توصلتي بالخابر في البداية ما تقبلش يعني ما كانش مقبل الموضوع ابدا يعني ما كانش نتقبل قاها هاد الشي وكان بكي بزاف نعم اول مرة عرفتي بانا شوفتي يمشي لك واش عرفتي بانا واحد الوقت ما تبقيت شوفي في مرة نعم ولكن انتي واش عندك الارهاصات عقلك تيقولك غيجي واحد نعم تبقيش نشوفي ولا لا يعني انتي كتولي راهات الشي دبا يغيزول دبا غنولي نشوف ودبا نعم 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 اذا من اللي بديت تدفق دي يعني الباصار شنو المشكل اللي عانيتي مشكل نفسي اللي حسيتي به يعني واش كتشوفي بان الحياة تغير موهما هدرش انا انتي اللي هدري انا ما كنش كن بايش شفاق انتا عن الناس يعني كنت كتس اضطر فيه بزا نعم لما نمشي لشي مناسبة او لا كنت لقى مع ناس كيعرفوني وكيشوفوني في ديك الحالة يعني كنت كنرجع في واحد الحالة الضعف يرتلاها موسيقى نعم لتذكر الاخوة المستمعين ومشاهدي الكرام هنتم حاليا كتشوفوا الصورة دي الأخت سميارة زوينة تبارك الله هنتم تشوفوها يعني وخامشة تشوف باقى الجمل كما هو الحمد لله ممشى من هاته حاجة الحمد لله هذا من فضل الله عز وجل لهذا خاصك تفتخري برأسك الأخت سميارة اذا تفضلي هضري مرحبا اذاك الساعة يعني لقيت لها ايلة ديالي هي اللي وقفت بجنبي يعني الام احتى الاب يعني كان ما متقبلش كيشوفني بحالها كيفش كيشوفني كان ضمار وكان بكي وما كيعجبنيش لحالته هو كان كيبكي ولكن الام ديالي كانت تقول لي شوفي رهاء خاصك تتقربين الله هاتشيدي الله سبحانه وتعالى كانت قوية خاصك تردخل الامر لله نعم كانت تتسجينيه يوم الاخوات تتجيالي نعم اذا كان نقدم ليهم تحية والتقدير عندنا واحد المجموعة من الاخوة والاخوات بالعكس يعني العكس ديالك انت ما اللي تيبغي مشير يوم شوف تتلقى الام والابناء والاخوات والاخوات اما تيضطهدوه اما كيبدو يقولوا لي انت لس ما بقيت يصار حلواله انا عندي نماذج كثير جدا يعني اللي يخلي بعض المكافيفة انهم يعني كيفرغوا الطاقة ديالهم في الاماكن اخرى بتيجي الاسرة دياله غير الكاس يقولوا لي انهضو فيه غير يبغي يعطي الرأي دياله يعني يديرو ليه اذا احنا احنا في هذا القطع الاساري يعني اااا قبل ما تكونش كافيفة قبل ما يشيرك البصار بنسبة الاسرة ديالك الكارمة بعدها واش انتي الولا واش تانية واش صغيرة واش الكبيرة نعرفوا الترتيب ديالك انا صغيرة في الدار وانا لمش اكيم بك يقولو اه انتي ده با اخر العنقود اه اخر العنقود اه واش ده بك يطهلو فيك مزيان وكيف يفشوك شي شوية ازاف يعني ما تغيرت شي حاجة ما حسوني حسب شي حاجة يعني ما كيحسونيش بالنقص حاجة وحدة اللي فيهم خيبو حاجة وحدة هما كيخافوا عليا بزاف هديك غن غن نصحك تقولي الولداء والاخوات والوالد يتفرجو يتبعو القناة اصحاب البصائر يمشيوا لواحد السلسلة اسميتها تحدي الصعاب والتشبث بالامل البرنامج كنقدموه وكنجيب فيه طريقة التعامل مع الكفيف وطريقة يعني كيفاش نخليه الكفيف يعيش الحياة دياله العادية وكنبينو لهم بان هناك فرق بين الشفقة والرحمة والعطف والقمع والاضطهاد وغير ذلك من الاشياء يعني هذا البرنامج نتمنى تعقلي على العنوان دياله تحدي الصعاب والتشبث بالامل ان شاء الله نتمنى انا هذا تنديرو لمبصيرين يتعلمو كيفاش يتعاملوا مع المكفوفين وباقي مستمر ان شاء الله فيه باقي غا نوريهم المكفوف كي طيب الطاجين ووريهم مكفوف كي يدبح الوضحية ديالون ووريهم مكفوف كيركب على البيكالان ووريهم مكفوف كيركب على الدراجة الناريان ووريهم مكفوف يعني كي ديالاشياء اللي ما يمكنش يعني في الواقع ديال العالم ديال المبصيرين ديالها الكفيف ولكن ركينا تحدي الصعاب حي تحدي الصعاب هي الكل هي الحياة بالنسبة للمكفوف والشعار ديالي دائما في برنامج مشكل السماء الشعار الداخلي هو اذا توفرت طموح زالت الاعالة يعني مني تكون الانسان طموح للاعقرة ما كانت تبقاش وانا ولدتان هادان خليك انت تهضرين زيد وضحيلين على يعني القطاع الاسري ديال كيفاش كانوا كيفاش يعني كي يخافوا عليك والضحيلين نمزين فهموا طريقات الخوف عليك يعني ما اختيش التقاس ابدا يعني لدرجة انهم يعني ما يقدرش يتحملون التقاس ولا يعني انا كان قلهم عادي يوم ما يعني ما يقدرش يشوفوني كانت تقلم نعم مؤخرا عاد الواليدة يعني سمعت واحد الدرس نعم وقالت لك يعني راه الانسان يقدر يكون معاك ويتآذى ويعني لكان بعد منك راهي في كل سالحالتين غايتآذى كان حدك او ما كان بعد منك نعم قلت لها ودعما ما ديش تبقى يتخافي عليها فاش نخرج وانا نسافر قلت لها يا ربي يحميك ان شاء الله نعم قولي الواليدة ديك من هاد المينبار ارا مدواني المهدي كان كي قرف التعليم العاتيق وفيه مية وخمسين طالب وعمره غير ستا 15 سنة يعني اعطيش نوع التعليم العاتيق ما كي لا ماكلها مزيانة ولا شرب مزيان ولا لبس مزيان ولا النوم مزيان كان سكنه في الحجورات والبير والحفاري ونعطيك فكرة واحد المرة انا والاخ مخريج البرنامج انا وياف سنة سبعة وتسعين كان داني الواحد لمنطقة باش نعود فيها القرآن عفتي راح تحنانا وياف واحد واحد الحفارة ربما تكون فيها شي ستامتر في الغرق موقع علي نوالو ومن اللي طلعنا قال لي عرفتي موقع علي نوالو عندهم ابناء ديالهم مكفوفين خصيرة واحد الحاجة يديروها في دماغهم يعرفوا بان الله سبحانه وتعالى الذي يعني اخذ بصارهم قد عوضهم ببصيرة لم تكن لدى المبصيرين اطلاقا اصحاب البصائر وانتي براسك تقدري تعطينا هذا الفكرة فيما بعد في تطور الحلقة الدين وتطور الحوار بان العقلية ديالك كيفاش كنت مبصيرة والعقلية ديالك كيفاش وليتي كافيفة ويكون واحد الفرق الكبير اذا لقيت على اثري ديالك كده باعا يعني واش بقي يعني مهلية فراسك يعني وكاتب مشيتان تي وتاخدي ملابس يعني اه المستوى وتقدي وجهك وتقدي شعرك وكده وليا درتي بحل واحد نوع من الاخوات والاخوة اللي فقط مصار ولتي يستفيع غير من موفي الصابون ويقول لك صافي انا راها مبكت كان شوفه له لا أنا كان في الدار عادي يعني كان نقوم بالأعمال عادي أعمال منزل كان طلع نحبات الفوق السطح السكن الفوق التحت البلاكار فينكي الملابس ديالي يعني كان نصيب الزيف ديالي كان لبس الملابس ديالي كان نقوم بالأمر الشخصية بوحدة تبارك الله علي نعم 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 يعني ما عندكش ما عندكش ما عندكش لايهمال ما كينش لايهمال لا بعدها فقد البصر نعم وباش كات نصحي باش كات نصحي الأخوات الكفيفات والمكفوفين اللي ولو كي هملو روسهم بسبب يعني بسبب هاتشي يعني بسبب الإعاقة البصرية يما بعد يعني كيكون مبصير وكيف يفقد البصر أو مثلا تتخلق في هاد المشكيل من اللي بيدها يوم أول حاجة لقلهم يسموا بالنظافة ديالهم را كي كتشوف كي ما كتشوف شرات قدرت تقوم بالأمر النظافة بلا ما يوريك حس الشي واحد نعم وثاني حاجة يعني خصهم يكون عندهم واحد المظهر لما يشوف هالآخر يعني يقول شوف سبحان لح مكفوفه ومتهلي فراساته ماشي يقول له مكفوفه ومرباج ولا ماشي ناضيف نعم على ذكر النظافة وعلى ذكر يعني الكفيف غالنقش معك واحد الظاهرة كي نفي المكفوفين بالخصوص المكفوفين دي تزادوا مكفوفين يعني كي تودد كفيف يعني كيفاش انتي غالت أعطينا تأويل هاد النقطة اللي غالنقش معك فيها وهنا كمان يقول بان هاد الاشكال يلي غالنقلك سببها طاقة ديال الكفيف انه تتفجر وتيبغي يتبقى بهذه الطريقة وهنا كمان يقول الفضل ديال الكفيف وهنا كمان يقول عيب في الكفيف ألا وهي طريقة التلمس اشنو معنى الطريقة ديال التلمس هالاخوة المستمعين الكرام ومتتبعين افو او فيها ماشي مسألة التلمس عبين بالمكفوف مكفوف من حقوي تلمس يقس حاجة قدامه شنو هي كما كانت كتشوف بعينك ولكن هناك بعض الاخوة المكفوفين كي يبالغوه يعني تيبدأ يقدر انت انت هدر تيبدأ يقلبك انت كشخص وش فيك هاد القضية انا اللي سمي او لا ما فيكش لا 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 ما فياش هاد طريقة تحت الموت وحدا رغم تصل بالضغة نصوله ما عندك تكونك تكتبع ليها وانا ما كنحبتش هاد الفكرة ديال التلمس ما مزياناش هيك بعدها لا ما مزياناش اه ده بخاص ده نعم شنو خاص ده بتنديرو اللي عندهم عند المشكي خاصهم يحيدو هاد العادة ديال التلمس نعم حيث كلين دي كيتقبلها وكي اللي كي يقول مالوه ده كيتلمس يعني هاد يقولك علش كيتلمس فيها هادا شنو علش كيدير معي بحلاكة شنو بها يعني كينويها ماشي تلهي نعم وفي الحقيقة بيني وبينكو بي المستمع الكرام انا ماشي تلهي يعني واحد الانسان قلس انت اشتتقل فيه ايلا عجبك قاع ولا بغيتي تعرفوه تصور وعطيه تصور اللي بغيتي الصور اللي بغيتي جسدها لي وحطها ليه تما هو هو هادا بالخصص يعني انا باش نعطي لاخوان المستمعين ومتتبعين الكرام واحد الفكرة هادي مسألة راه ماشي انه يعني الكافيف فقط يعني تيتلمس يعني في الاخ الكافيفة او العكس الاخ الكافيفة كتتلمس في الاخ الكافيف لا هادي ظاهرة راكين في واحد المجموعة ديال المكفوفين سواء يكون هاداك الشخص كافيف ذري سواء تكون شي شي طاصر سواء يكون شي مكتب سواء يكون يعني شي بيعو سواء تكون شي تلاجة المهم اي جهاز قدامه كي بدي يقلب ويقلب ويعود يقلب اذا هاد الظاهرة يعني يعني كيفاش نقدرون يعالجوها واش عندك شي فكرة مثلا يعني باشي تحيد منه هاد القرد ديال تلموس مثلا احنا كلفناك عطيناك شي اشي ولية ولا شي بنية وبغينا نحيد من هاد الطريقة ديال التلموس شنو الاسلوب اللي غد تاخدي اول حاجة خصوش ديال ديال يربحه ميلة كان قالس وحتى لان كان واقف مستاقيم يهبط يديه ويهضر حيث كي يقول لك ايش كي يقول لك واحد اللي مثلا هضر بفمك ما تهضرش بيدك نعم اذا يعني يهضر بفمه ويحاول انهو ديال يدين ما مقشي تحقي يحركه نعم ما عملك تحطي في هاد المواقف شي واحد يحرجك كي يمددو وحرجك كان يكثار اللي فيهم هاد لهاد اول لكن كان جاوزوا كيفاش كانت جاوبيهم بشي جواب محترم ولا كتضول فيهم يعني اما كانت يعني كان قول لهم يعني هبط يديك يعني كانت بنيا صغيرة وراء كان قولها هبط يديك ولا يعني ما ديرش بيديك بحال هاقا ولا دري نعم 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 كالحاول انا هاد الفكرة ما محب دهاش انا باش عرفت بان باش عرفت بان هاد الظاهرة يعني ماشي ظاهرة غريزية في الكفيف يعني ماشي انه كيبغي يعني يعني الغلائز ديالو من الشخص الاخر بالخصوص يعني في الجنس المختلف باش عرفت بانها ماشي هدول هدف واحد غزار صديق ديالي اه تحييالي جميع القزارة في المغرب كله داخل المغرب وخارج المغرب كنت عنده قال لي علش انت ما كتر وانش ليال الحب حال واحد اللي مكفوف لفولاني تيجيل عندي قال لي يا راهت غيرتان سبعوتين بدنهز اللحم الفوق الطبلاء تيبدي قلب في اللحم واحد تقلب مات يعجبوش الحال يعني هذا مسألة تدل على انه مشكل خطير هذا اذا يعني الناصحة ديال كيفاش الرسالة اللي غات تقولين يعني الاسر يعني احنا في القطع الاسري واحد الاسر عندهم الكافيف عنده ست سنين خمس سنين اربع سنين ثلت سنين كيفاش غات هدري معهم يديروا لهذا الدري باش ما يطلعش هكو يعلموه بانه يهدر لما يكون حدا شي واحد يهدر معاه ويلبغى هدك الشخص يوصفر عادي وصفره هده يتخيل كيفاش داير بلا ما يستعمل يدي ديالو يعني الاسرة خاص هاد ربي هاد الابن ولا هاد هاد الطفل او الطفلة على انهم ما يبدوش يديهم وما يتقيسوش حاجة نعم اذا المرحلة الموالية في هاد الحلقة هي السؤال ديالنا كالمعتاد سومية معجوز واش كاينة واش انتي حية بالدار كاينة ولا غير كاينة في الميكرو ديال اصحاب البصائر مشكل السماء وكاينة يعني في اللي غروب ديال وكاينة غير في هاد العالم الافتراضي واش كاينة في الضر واش كيديرو بكلامك الى واش كيفستشارو معاكان كيسمعو كلامك واش مليتا تكوني في الضر كاتكوني عمارة الضر كاتكوني نورة الضر ولا مليتا تخليل لداركم كم كيبيرو احد مجموعة من مكفوفين كيسد الباب تيلفون حداه جيبو الي اتي جيبو الي القهوه كيامرو كيينهي وما كيينفع بعدا حاجة شخصينا لحالة ديك في المسألة. انا عنصر مهم في الدار. يا سلام. مهم جاء. اه مهم. مزيلا. مزيلا. نعم. او كيتشاوروا معايا يعني كي بغو رأي ديالي في شي امور. نعم. اني ولكنت الشي رأي وكي احترموح. مزيلا. الى كان صائب بدك الرأي. نعم مزيلا. يعني كلمسي المسبوعة يعني ما مشي مكفوفة مهمة شخص. برابو تحييي. تحيييي. تحيييي. وذما ما كنكونش في الدار راه كي يقولوا ليهما بشاهدة ديالهم انني يعني خليت بلاصتي. يعني انا حركية شعبية في الدار. نعم تبارك الله عليك. هادة هادشي اللي مضمون فيك تبارك الله عليك. مادا ما تباك الله واعيا وقاريا وخليتي الايجازة ديك وباقى مستمرات تبارك الله عليك. اذا عندنا عندنا السؤال الاخير في هذه الحلقة. وفي الحقيقة الحوار معك يا سلام شيق جدا جدا. ولكن كده من الوقت. شكرا. واحتى المتتبعي الكرامة كانوا بغيش نتغولوا عليهم بزاف. السؤال ديالنا بغينا نعرفه توصفينينا بعينيك اللي كتك تشوفي بيهم ما شكل السماء. السماء هي يعني واحد ما سقدم قدوش نهدوها في العيل. نعم غير محدودة. مسحوها بالأزرق. نعم. كيكلوا فيها بعض الغيوم. نعم. بيضة. نعم. اول حاجة استفدناها منك في هاد الجواب. انك فهمتي السؤال ديال البرنامج. لان اي اي كافة من الناس اللي ادازو عندي في البرامج تقريبا. كيقول لهم مشكل السماء. كيقول لي اسمها اللون ديالها. وانما انتي عرفتي بان احنا نكن سهوله على الشكل. يعني هادرته على الشكل انها لا تحد. يعني اذا ما دم قلت انها لا تحد. اذا كلمة الاخيرة في هذا القطاع الاسري ربما غيكون فيه الجزء الثاني. اعطينا كلمة اخيرة. كنشكر عائلتي على موسانة ديالهم لي. والتشجيعات لي. لانني وصلت لهذه المستوى. وكنشكرك السيني مهديينتا على نصائح ديالك وعلى هاد الظرنامج الرائع. العافو. بارك الله فيك. وكنشكر هاد المنبر ستي الحسن المدواني مخرج الحلقة. بارك الله فيك. وتحياتي لكم وكنت من التوفيق وكنت من المكوفين يكونوا ما يكونوا اش دعافة. اصم يكونوا اقوية. شكرا بارك الله فيك. انا كذلك بدوري. كان شكرك على قابل الدعوة. وعطيت لنا من وقتك. والوقت يعني في السجن الحقها. واحد الوقت ووقت محريج. لما نذكر الساعة. خلي خليها تشي بيناتنا في الكواليس. يعني كان شكرك على الحضور ديك معنا وسجلتي معنا الحلقة. وكان قدم تحية وتقدير الولدين ديالك. مصحوبة بالوصية. ليهم ولجميع يعني العسار ديال المكوفين هو. اللا يخافوا على ابنائهم. مع عمركم تخافوا على وليدتكم وبنيتكم. سواء مكفوفون او ضعاف البصار. لان لسببين. السبب الاول. الدين ديالنا كيخول لنا بانه مخصناش نخافوا على وليدتنا. لان الله سبحانه وتعالى كيحميهم. السبب الثاني انكم ايها الاباء والامهات. ما ضمنين شروسكم انكم غدوا مول وليدتكم. اللي تتخافوا عليهم وتتخافوا ليهم وتتحارصوهم ذاك الحرص ديال المحنى. النهار اللي تيفقدوكم كيبدوه من الصفر. انا وتسعتاشر كان الولد الولد ديالي بقي حي. كانت الولد احية في الفين وخمستاش. يعني دبا ما كينينش. كون ما كناش يعني تحدينا الاعاقة. يعني بجميع انواع يعني التحدي. راه دبا غنوحل. لهذا ونشيدكم الله. يبتعدوا من ابنائكم وبناتكم. ولكن وفروا لهم وفروا لهم واحد النوع ديال الفضاء ديالتقى. يتقوا في نفسهم ويتقوا في المجتمع. وكونوا على يقين بانه راه من لك تكون واحد النوع ديالتقى. وكتقلسوا معهم وتتقربوهم من كمرا ما تخافوش عليهم ما تخافوش ليهم من التحاجة. اذا انتبارك الله عليكم. معكم اخوكم المهدي مدواني. تحية للجميع المتتبع قناة اصحاب البصائر. وكذلك اقدموا لكم تحية مخرج هذا البرنامج الافاقي الحسن مدواني. الى اللقاء. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة